الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من أم البواقي يسأل هل يجب على المرأة أن تنفق على زوجها وعلي يجوز له أخذ أجرتها سائل من أم البواقي ياه مالا سائل من أم البواقي يسأل هل يجب على المرأة أن تنفق على زوجها لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها ولو كانت غنية ولا يجوز لرجل أن يستولي على مال الزوجة إذا كان عندها مال ولا يجوز يلعب الحيلة نهار يجي قال جيناك بالحسب وانسب هو يخير هذه اللي عندها الدرع يخير هذه اللي يسمع بها بل عندها شكارة وبابها كايل يقول عليه الصلاة والسلام السمعوا مليح باش تصحوا النية تاكم كي تحتناسب جي بالنية يقول المرأة صالحة هذا وش دير وإذا كان كايلها الله يباك أنت ما تنويش في البديل المال يقول عليه الصلاة والسلام من تزوج مرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا وهذا شايفينه بعيننا شايفينه محقينه شعال المراجل لنوى المال نوى المال واحد نارجاني واحد شاب يعني فرحان قطع الطريق يعني قيب قاسوا السيارة يا الشيخة نيناسبت فلان وديت بنتول وكان تعرف وش عندها درام انخلعت أنا الحق كان عزيز في عيني بساكيقيا لهذا قال ليكون تعرف وش عندها درام خللها رجلها الملايا خللها رجلها الفيل أنا دخت وترنكوها الزوجها كانت وفا يا أخي انت احتناسب إمراءها قال اللهم بارك انسى بالطبع ومراء صالحة ومراء تخاف ربي ومصلي وبابها رجل صالح أنوى الدين والصلاح إذا جمعه المال والجاه والعز هذه قحة ما شاء الله بصامة شي هي الأصل يقول عليه الصلاة والسلام من تزوج مراءة لمالها لم يزده الله إلا فقرا فقرا ملاء المرأة إذا كان عندها مال هاي مراء خدامة الله يبارك في الحرمة التحى شد الشرف تحى شد نفاد يا ربي سبحانه يعني وعجلت إليك ربي لترضى مالها حلال إذا كانت مراء عندها مال وأرادت أن تنفق يجوز لها يجوز لها أما راخدامة أحبت تعاون رجلها يجوز ولكن ما شي يجيب عليها إذا ناين ديروا قاعدة أحفظها أحفظها أشفاوا عليها أشتكونوا تعلمتوها إن شاء الله نفقة المرأة على زوجها أو بيتها حق وليس واجب ونفقة رجلي على زوجته وبيته واجب وليس حقا إذن المرأة تنفق حق حب التمارسو اللهم بارك ما حبش تمارسو اللهم بارك أما رجل فيجيب عليه وهل يجوز له أخذ أجرتها لا يجوز له كي يوصلوا الآن يقتل مرته يضربها بالموس على جل الشهرية حسبنا الله ونعم الوكيل وكاين شي ينسى لا لا تكون متواضعة ومطيعة لزوجها هي الدير الشهرية وهي تتفرعا يخرج لها القرون تقول لي تقول لك لا لا يدخل في الدرهم لا لا ما مش الدرهم كل شي يتواضع يا أختي كي ما الراجل يخدم على أهل بيته بلا منين ولا أذى ويتواضع وما يمنش عليهم كذلك المرأة إذا ربي يزقها تكون كل ما يزقك ربي أتواضعي كل ما ربي يزقك أتواضعي من تواضع لله رفع أما تحاولي ترفع روحك هكذا أكبرك والو والله غير تهبطيك الدخان تعشي والو السي صلاح الدين من وهان يسأل هل التدخين يبطل الوضوء التدخين لا يبطل الوضوء الدخان حرم ولكنه لا يبطل الوضوء فاهم لما شي فاهم سائلة قول رأيت نفسي حاملا في المنام علما سيدي أني عزباء لم أتزواج بشرة هذه بشرة خير يا أختي العلماء قالوا المرأة اللي عزباء وشافتها حامل ولا شافوها ناس نموها حامل قل لك فهو خير وبركة مال مال أو زوج أو صلاح الفائدة خير وبركة قل لك هذا الخير والبركة لأوجيها بحسب ضخمة البطن إذا شفت البطن تحضر ضخم بزد أراه جاي الخير مدفك الخير والخمير إذا كان شوية شوية ملا مادم رأيت نفسك حامل وانت غير متزوجة فهذا مال سيأتيك أو خير أو باركة ولما نقوله خير وبركة هو واسع ربي سبحانه ولي يعلم وشح يرزقك يقدر يكون زوج صالح وهذا شيء عظيم يقدر يكون مال حلال وهذا شيء عظيم يعني يقدر يكون كل خير ما تعرفي وشوجيك ولكن أبشري هذه بشرى خير يا أختي وفرحي وما تخافي مواله هذه حاجة فرحي إن شاء الله سائل من الجزائر يقول تريد زوجتي الطلاق مني لأني قمت بسبها وانت علىها تسبها وأنا أرفض لوجود طفلة بيننا فبماذا تنصحوني الناصحة الأولى تشد فمك هاي باينة هاي موتك على حق يا سبحان الله وش منعيشها مع واحد يسبك صباح مساء دائما تسب فيها وتسب فيها وتعايا فيها وتسب وتشتم وانتو ما كي تسبوا يا واد تسبنا وكي لي ما يجيش في الراس الشعوب الأخرى كي لي ما يعرفوش هذا الكلام هذا مشهور عندنا ما لا حرم عليك أنت الناصحة الأولى واشنو هي أنت تشد فمك ما تسبش ما تشتمش تعاملها بالحسنة من العشرة الحسنة ألا تناديها إلا بأحب الأسماء إليها وتكون ضريف معها وتناديها تكون واسمها أسم جميل سماها بابها أنت تعيط لها بأسم يعني يعني فيه شتم إذن البدية تشد فمك وتطلب السماح تسمحولي يعني مريد وتطلب السماح وتستغفر وتروح ليها تقولها ما نزيش نعاود ومعها ربي تانيك تصلي يا ركعتين وتستغفر وتندم وتقولوا يا ربي اسمح لي أنا ما نزيش نعاود إن شاء الله تربط لسانك تشده إن شاء الله ما تكتوليه ليك وتتصالح الأمور وتجمع الله يجمع بينكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة